بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب مع درس جديد في مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر درسنا اليوم في مجال الآداب والأخلاق الإسلامية عنوانه إصلاح ذات البين الجزء الثالث أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يحقق هدفين اثنين الهدف الأول أن يعدد عوامل نجاح الإصلاح والهدف الثاني أن يحدد خطوات الإصلاح بين المتخاصمين وقبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم لا بد لنا من مراجعة يسيرة لما تقدم في الجزء الثاني من الدرس مر معنا سابقاً أن هدي الإسلام في الإصلاح بين الناس يكون على أمرين الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح بنفسه بين المتخاصمين أو المتخاصمين ولذلك ينبغي للمسلم أن يبادر بنفسه في الإصلاح بين المتخاصمين إذا استطاع إلى ذلك سبيلا لما اقتتل أهل قبا حتى تراموا بالحجارة أي اختلفوا وتخاصموا وزاد الشقاق بينهم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين المتخاصمين ثانياً الإسراع في الإصلاح بين المتخاصمين والوقوف في وجه الفئة المعتدية والتزامها وإلزامها بالحق فالواجب على المسلم أن يسرع لحل الخلاف ولفض النزاع حتى لا يزداد الشقاق بين المسلمين ويكثر الاختلاف والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فما الواجب علينا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى أي إذا تعدت إحدى الطائفتين على الأخرى فقاتلوا التي تبغي أي أننا نقف في وجه الفئة المعتدية حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أي إذا رجعت لأمر الله جل وعلا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين هذا هو هدي الإسلام في الإصلاح بين الناس أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بنفسه ثانيا المبادرة في الإسراع للإصلاح بين المتخاصمين الهدف الأول في بيان عوامل نجاح الإصلاح حتى ينجح الإصلاح ويؤتي ثماره لا بد للمسلم من القيام بعدة أمور أولا وهو قبل كل شيء استحضار النية الصالحة ابتغاء مرضات الله تعالى فإذا أراد المسلم أن يصلح بين رجلين متخاصمين فإنه يبتغي بذلك وجه الله لا يريد ثناء من الناس ولا يريد مدحا من الناس بل يريد الأجر والمثوبة من الله جل وعلا تأملوا قول الله تعالى إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما فإذا أراد المسلم الإصلاح بين المتخاصمين ابتغاء وجه الله تعالى فإن الله تعالى يوفقه ويعينه على هذا الإصلاح والنية عزيزي الطالب لا بد أن يستحضرها المسلم في جميع أعماله حتى يأجره الله تعالى عليها ثانيا من العوامل المهمة في نجاح الإصلاح أن يعدل المصلح بين المتخاصمين فلا بد للمصلح أن يكون عاقلا فطينا رزينا ويعطي كل ذي حق حقه فيستمع إلى الطرف الأول ويسمع شكواه ثم يستمع إلى الطرف الثاني ويسمع شكواه ويعدل بين هذا وهذا لا ينحاز إلى أحد ولا يتحيز إلى أحد بل يسعى في العدل بين المتخاصمين وهذا الرجل الذي يجتهد في ذلك أجره عظيم عند الله جل وعلا بل من اجتهد في ذلك فإن الإصلاح حري به أن يكون ناجحا دائما بين هذين المتخاصمين بإذن الله تعالى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كل سلاما من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس إلى قوله تعدل بين الاثنين صدقة فالمسلم الذي يعدل بين الاثنين فإن الله جل وعلا يكتب له ذلك صدقة في ميزان حسناته هكذا فليكون المسلم لا أن يجمع بين الاثنين بظلم أحدهما وإعلاء الآخر لنسب بينه أو لعلاقة بينه أو نحو ذلك هذا كله من الغلط فلا بد للمسلم أن يكون عادلا منصفا إذا أصلح بين المتخاصمين ومن عوامل نجاح الإصلاح كذلك ثالثا كتمان السر والنجوة وعدم إفشاء الأحاديث لا بد للمصلح بين الاثنين أن يكون كاتما لأسرار الفريقين والمتخاصمين لا أن ينشر أسرارهما أمام الملأ وأمام الناس لأن من الناس من يتأذى من نشر مشاكله أمام الآخرين والمصلح يكون عاقلا فطينا لا ينشر كل ما سمعه من المتخاصمين رابعا من العوامل المهمة في نجاح الإصلاح أن المصلح يبذل الوسع ويستفرغ الطاقة في الإصلاح فينبغي له أن يصلح المرة والمرتين والثلاث ويعيد الكرة في ذلك ولا ييأس بل يجتهد من أجل الإصلاح بين المتخاصمين وليعلم المصلح أن الشيطان حريص على الإفساد بين المسلمين فليكن هو حريص على الإصلاح بين المتخاصمين خامسا من عوامل نجاح الإصلاح كذلك التحلي بالصبر وتحمل المتاعب والمشاق التي تترتب على عملية الإصلاح فالمصلح قد يجد الكرب الشديد وقد يجد بعض الأمور التي تشق عليه ولكن ليصبر ويحتسب فأجره على الله تعالى والآن عزيزي الطالب وبعد أن انتهينا من الهدف الأول لنفتح الكتاب سويا في الصحيفة الثامنة والثمانين ولنجب على النشاط أنظم تعلمي عوامل نجاح الإصلاح لو تذكرون جيدا فإن أول عامل مهم في نجاح الإصلاح هو استحضار النية الصالحة ابتغاء مرضات الله تعالى ومن عوامل نجاح الإصلاح كذلك أن يعدل المصلح بين المتخاصمين وأن يكتم الأسرار التي تنكشف أمامه وأن يبذل الوسع ويستفرغ الطاقة في الإصلاح لا أن يصلح مرة واحدة ثم ينقطع عن الإصلاح بين الناس بل لا بد له أن يصلح المرة والمرتين ويعيد الكرة بين الفينة والأخرى رابعا من العوامل التي مرت معنا أن المصلحة ينبغي له أن يتحلى بالصبر وتحمل المتاعب والمشاق التي تترتب على عملية الإصلاح الهدف الثاني أن يحدد الطالب خطوات إصلاح ذات البين وهذا الهدف عزيز الطالب من المهارة الحياتية التي ينبغي لكل طالب أن يتعلمها خطوات إصلاح ذات البين أولا الاستماع لكل طرف من المتخاصمين وحده وبعيدا عن الطرف الآخر وذلك حتى لا يزداد الشقاق وترتفع الأصوات ويحصل الخلاف الأكثر في ذلك فينبغي للمصلح أن يجلس مع الطرف الأول على حدة ثم يجلس مع الطرف الآخر على حدة ثم بعد ذلك يفهم أسباب الخلاف بينهما وهي الخطوة الثانية وفهم أسباب الخلاف أمر في غاية الأهمية فكثير من المشاكل التي تكون بين المتخاصمين يكون سببها أن الطرف الثاني فسر تفسيرا خاطئا فعلا كان من الطرف الأول والواجب على المصلح أن يفهم أسباب الخلاف بين المتخاصمين حتى يصل إلى حل يرضي كلا الطرفين ثالثا العمل على جمع المتخاصمين في جلسة هادئة إذا تيسر ذلك وهذه من آخر الخطوات التي يختم بها المصلح عملة ليتاح لكل منهم النقاش وإبداء الرأي وبذلك يحل الخلاف فالمواجهة عزيز الطالب المواجهة بين الطرف الأول والطرف الثاني تكون بعد أن استمع المصلح إلى كل منهما وتكون بعد أن فهم سبب الخلاف وتوصل إلى حل يرضي كلا الطرفين بعد ذلك يجمع كلا المتخاصمين في جلسة ثم يذكرهم بالله جل وعلا وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فيدلهما على التصالح وعلى السلام وعلى نبذ الفرقة والاختلاف نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المصلحين ومع نهاية الهدف الثاني أجب عن السؤال الآتي ما هي الخطوات التي ينبغي للمصلح أن يتبعها حتى يصلح بين الناس وقد مر معنا أن الخطوة الأولى الاستماع لكل طرف على حدة والخطوة الثانية محاولة فهم أسباب الخلاف أما الخطوة الثالثة فهي محاولة جمع المتخاصمين في جلسة هادئة لإبداء الرأي والجمع بين الرأيين وحل الخلاف ومع نهاية درسنا لهذا اليوم عزيزي الطالب افتح الكتاب في الصحيفة التاسعة والثمانين وأجب عن السؤال الثالث السؤال الثالث عدد أربعة من عوامل نجاح إصلاح ذات البين والعوامل قد مرت معنا وهي يسيرة إن شاء الله تعالى العامل الأول استحضار النية الصالحة وابتغاء مرضات الله تعالى والأمر الثاني العدل في الإصلاح بين المتخاصمين والأمر الثالث أن يكتم المصلح السر ولا يفشي الأحاديث التي تكون من المتخاصمين والأمر الرابع أن يبذل وسعه ويستفرغ طاقته في الإصلاح بين المتخاصمين وبهذا نصل إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا على حسن إصغائكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته